يعطيكم ألف عافية كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف خير بارح تحدثنا عن قصيدة خلق تطليقا الذي تتحدث عن الحرية تمام؟ توصلنا إلى البيت السادس الانهض وصل في سبيل الحياة فمن ناما لم تنتظر الحياة قلنا أن الشاعر ينبه أو شسمه يأمر الإنسان بأن ينهض لأن الحياة لا تنتظر ولا تعطي الفلس مرة أخرى نجي إلى البيت السابع يقول الشاعر ولا تخشى مما وراء التلاعي فما ثم إلا الضحى في صباح طلع هو أصلا هذا البيت لا اللي قبله مرتبط اللي قبله تمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورود الجبا ولا تخشى ألم هض وصل في سبيل الحياة فمن ناما لم تنتظر الحياة يقول الشاعر لا تخف مما وراء ما هو وراء التلاع والمقصود هنا المستقبل المجهول فلا تخف منه لأن ما وراء التلاع هو الضحى في أوله المشرق طلع في ناس كتير تخاف من المستقبل لذلك لا يقول الشاعر أو ينبهك فيقول لا تخشى ينهك عن الخوف تمام؟ هنا حرف نهي وإلا ربيع الوجود الغريره يطرز بالورد ضافي رداه إلا هون الوا هو عبارة عن حرف عطف وإلا حرف استثناء والغريره بمعنى العيش النعم ويطرز يزين أو يزركش بيجي بيرجع بيحكي لك الشاعر ليس وراء التلاع أيضا سوى الربيع اليانع تمام؟ الذي يزين بالورد نباتاته الكثيرة وأرضه الواسع طبعا عندي أنا صورة فنية شبه الشاعر الربيع بالشخص الذي يطرز الثوب نيجي للبيت التاسع وإلا أريج الزهور الصباحي ورقص الأشعة بين المياه أريج هون بمعنى الرائحة الطيبة الصباح هو شعلة القنديل وليس الصباح صباح بحكينا مش حكارنا لقبل وإلا ربيع الوجود الغرير يعني ما في إلا وراء التلاع إلا المستقبل المزدهر الربيع أيضا سوى رائحة الزهور المشتعلة بألوانها كالقناديل وليس هناك أيضا سوى رقص الأشعة على المياه طبعا شبه الشاعر حركة أشعة الشمس على المياه برقص الإنسان هلأ أنت لما ترقص في حركات رقص بتكون تشعر بسعادة صح؟ وهذا المستقبل سيكون سعيد بإذن الله تعالى وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناه حمام هون جمع حمامة تمام؟ الحمام الطير الأنيق الجميل المنظر وليس وراء كمان لسا برجع بحكي لك بأكد لك أنه لا تخاف من المستقبل وليس وراء التلاع أيضا سوى حمام جميل يطير فوق المروج وينطلق مغردا في الفضاء إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ظل الإله طبعا النور هون هو الحرية وبعد كل هذا يدعو الشاعر الإنسان إلى أن يذهب إلى النور لأن النور عذب جميل وهو من بديع سنع الله عز وجل طبعا نحن أنهينا هيك القصيدة شرحة حكينا عن الأفكار الحرية نعمة الله على الإنسان الذي يعيش في طبيعة جذابة خلابة أيضا خاطب الشاعر في الأبيات من بيت الخامس للسادس الشاعر للإنسان كي ينهب في هذه الحياة لأن الحياة فرصة لا تنتظر أحد أيضا في البيت من السابع للثمان للعاشر أو الحداش خطاب الشاعر للإنسان اللا يخاف المجهول لأن القادم أجمل وإن شاء الله كل أيامكم كلها سعيدة وجميلة ومستقبل باهر بإذن الله تعالى يعطيكم العافية رح أبعط لك التلخيص بتمنى تنسخوه على أو تنقلوه على دفاتركم وتبعتوه على المنصة التعليمية يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر